صباح الخير والجمال على مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ابني حياتك كل أم بيبقى طبعا بيهمها مصلحة ابنها أو مصلحة طفلها إمتى يبدأ أنه يتكلم؟ إمتى يبدأ أنه يتحرك ويحس باللي حواليه؟ ويحس بالمشاعر اللي بتدور حواليه؟ يسعدني طبعا في بداية البرنامج أن نرحب بصدقة الإعلامية الأستاذ علا حافظ صباح الخير يا علاء صباح الخير يا إسلام صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان وطبعا زي ما قلنا بما أن صحة طفلك تهمنا يسعدنا أن يكون معانا النهاردة الدكتورة نوها أحمد خصائية التخاطب وصعوبات التعلم ومدربة التنمية البشرية لدى المؤسسة الثقافية العربية الدولية واللي أكلمنا النهاردة عن مشاكل التخاطب عند الأطفال صباح الخير يا دكتورة صباح نوري فعند في أطفال كتير جدا بيعانوا مشكلات في التخاطب التخاطب ده يعني الطفل مش بيتكلم بشكل سليم الكلام مش بيمشي بسلاسة وبسهولة فالطفل دايما بيبقى حاسس أنه هو مختلف وسط زملائه دكتورة أنا نوري صباح الخير صباح نوري أسلام لكن حدراك تديني مشكلة أكبر تتعرفين معنا التخاطب التخاطب يعني تواصل لفظه ما بين الفرد أو مجموعة من الأفراد يعني زي ما حدرتك دلوقتي بتتكلم معي بتبدأ فيه لغات حوار ما بيننا احنا الاتنين فانت بتتكلمين وأنا أبدأ أرد عليكي لو التواصل ده مش موجود بيعمل تأخر لغوي عند الطفل بس ده بالنسبة للتعريف التخاطب هو كمان فرع من فراع الطب يعني طيب هو له مراحل التخاطب له مراحل؟ أه مراحل النموة طبعا ده الطفل أول حاجة بتبدأ من مرحلة الجنين والطفل هو بيبقى في بطن الأم لحد ما الطفل يتولد ونسمع أول سرخة لي بعد كده من سن شهر إلى ثلاث شهور يبدأ الطفل يعبر عن إحتياجاته بطريقة غير مباشرة بمعنى أنه هو لما يكون عطشان أو لما يكون جعان يبدأ يعيط فالأم تفهم أن الطفل جعان لما يكون تعبان يبدأ يعيط برضو الأم تفهم أنه هو ممكن عايز يغير بامبرستي أو عايز فيه عنده مغص فيه حاجة ألمية شايف أنه هو قاعد في مكان فيه ضوضاء صوت عالي فده طبعا بيبدأ يعبر لأنه هو لسه ما داركش الكلام فيبدأ يعبر بطريقة البكاء دي أول نهر المرحلة الثانية هي مرحلة الكلام من سن ثلاث شهور لحد أربع شهور لحد ستة شهور يبدأ يقولي مقاطع منة، ببة، ببة وهنا المقصد بكلمة ببة هو ما يقصدش الأب طبعا خالص هو أول للأب ما بيسمع كلمة بابا فهو طفل الأب يفتكر أن الكلمة زي لبابا لأ هو بيسمعنا بيقولنا مقاطع إنت بقى الطفل يقول كلمة بابا في سن السنة، سنة ونصف وطبعا زي بيبقى فيه فرق فردية ما بين الطفل والآخر يبدأ يقول بابا لما يسمع جرز الباب وبابا ييجي ماما تفتح الباب البابا فهو يعرف أن دي بقى كلمة بابا اللي هو يقصد بيها الأب بالذات نفسه السنة ونصف يبدأ بقى طبعا هو الطفل يقولي من سنة يقولي جملة من كلمة وطبعا بيبقى عارف بعض المقاطع وبعض الكلمات بسيطة حتى مش ممكن تكون مفسرة بس بيقولي مقاطع بسيطة سنة سنتين يبدأ يقولي كلمة جملة من كلمتين طبعا حصيله لغواية من كلمات المنفردين يعرف تنفيذ لأقولي حتي الكباية حتى ممكن في كبداية ممكن أشواري أقوله دي كباية حتها فيبدأ يجيب للكباية سنة طيب سنة ثلاث سنين سنتين ونصلي ثلاث سنين بيبدأ بيقولي الجملة من ثلاث كلمات وطبعا بيبقى عنده حصيله لغواية ممكن متين كلمة تطوية كلمة حسب طبعا بيختلف حسب إدراكه أو بضع أن هو يفهم أو يستوعب الزيب تبقى فروق فردية هو الطفلة بتولد عنده مشكلة في النمو اللغوي ولا ده ممكن مثلا بسبب حدثة أو فيروس معين أثر عليه ده بتبقى أسباب أسباب ورصية وأسباب مكتسبة الأسباب الورصية ممكن ده نتيجة عن الأب ممكن كان عنده تأخر وهو صغير ما تكلمش بسرعة كذا ممكن يكون الأم تكلمت وهي كبيرة شوية خمس سنين ست سنين فده بيبقى ناتج ده حاجة الحاجة التانية ممكن يكون الأب والأم هم قرائب فده ممكن بيعمل لي تأخر وبيعمل لي مشاكل كثيرة مش شرط تأخر ممكن لما يعني سلطة القرابة ممكن تعملي ضعف السمع ممكن تعملي إعاقة عقلية دون فبتسبب لي مشاكل كثيرة جدا عشان كده احنا بنقول بلاش جازل أقارض لأنه بيسبب مشاكل كثيرة جدا للأطفال ده لأسباب الورصية أما الأسباب المكتسبة تزيب تبقى أثناء الولادة أبل الولادة وأثناء الولادة وبعد الولادة قبل الولادة إن الأم ممكن تكون هي تكون هي عندها ضغط عندها سكر فتاخد أدوية يبدأ برضو يعملي مشكلة ومش شرط زي ما قلنا مش شرط تكون المشكلة تأخر لغوي بس إن هو الطفل بيتأخر في الكلام عن أصحابه أو أخواته لا ممكن تسبب لي إعاقات دي أول نقطة نقطة الثانية أثناء الولادة ممكن بيحصل نزيف مستمر أو إن الحبل السري بتاع الأم بيتلف على الطفل أو أثناء اللي هو الألات الجراحية اللي هي أثناء الولادة القيصرية فدي ممكن تعملي برضو مشاكل مع الطفل بعد كده بعد الولادة ممكن الطفل يكون هو مولود مفروش أي حاجة بعد ما اكتسب اللغة ممكن يفتقدها بمعنى إن هو ممكن تحصله حدثة ممكن تجيله استفرة برضو استفرة بتعمل مشاكل كبيرة جدا لما تقعد بيقعد الطفل في الحضانة أكتر من خمس أيام بتعملين مشكلة كبيرة كمان ممكن الحمى أسباب كتيرة جدا أمراض كتيرة جدا ممكن للطفل أصلا يفقد السمع ما يتكلمش خالص وكمان التلفزيون ممكن الطفل يكون عنده مية على طابلة الأذن وهو عمل في لغة استقبالية هو عمل يستقبل بس مش بعبر فالأمي تقول ده الابني هايزي جدا ما شاء الله أنا ابني ما بيتكلمش هايزي بيقعد في المكان ما بتحركش لا الابني بيكون عنده مشكلة وحضرتك مش حضرتك منها خالص طيب بالنسبة لحضرتك المراحل نمو اللغة ولا حضرتك ذكرتها سابقا اللي هي من سن كزا لسن كزا طبعا الزروف ديت ممكن تكون متفاوتة ما بين طفل للتاني ولا ده حاجة سبتة نسب سبتة نسمع ان الطفل ده مش عنده سنة لا الطفل ده ممشاش لا ده أخوه مش أخوه التاني الطفل التاني نسبة ممشاش لا ده طبعا زي ما قلنا قبل كده ده فرق فردية ممكن اخوه يمشي قبل منه يعني ممكن يكون الطفل إحنا تمالي بنسأل الأم ده الترتيب الكامل للابني يعني ده الأول ولا التاني وده بيفرق معنا إن ممكن الطفل يكون مثلا ده ترتيبه التاني فبيبقى فيه بيبي جاي جديد فهو بيبدأ يغير كل الاهتمام كان ليه هو بعد كده انتقل للطفل التاني التفل السوري يعني هو بيبقى الطفل الأولين وبعد كده بينتقل الاهتمام للطفل التاني فهو يبدأ يغير حس إنه هو كل الاهتمام اللي كان ليه بدأ يجي لأخوه يقرأ أخوي حس إنه إنسان عنيه الطفل عنيه ممكن يجيب المخد يحطه على وشه نهو عايز يموته مش حبه خالص وممكن برضو إن الطفل اللي ممكن مثلا إن هو زميله يتكلم قبل منه إبن خالته يتكلم قبل منه دي ما لهاش علاقة خلص يعني الحاجات ديت ممكن ما تقلقش الأم مثلا يعني ما تعملش أي قلق للأم لو الأمور دي حصلت الأم ما تقلقش لا 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 طبعا نزيل وارد إن الأمور دي تحصل من السبت إنتباع الأم تقلق من سنة سنة ونص لحد ثلاث سنون ممكن لو قبل سنية كل ما كان التدخل مبكر كل ما كان أفضل طبعا ولكن هنا فيه حاجة مهمة جدا إن الأم المفروض اللي ممكن فيه يعني مشاهدين ممكن لأول مرة يسمعون معلومة دي أو بعض منهم عندهم علم بيها إن الطفل أصلا أثناء وهو فيبقى بطن الأم هو بيسمعه لكن ههم بيترش عبر فإحنا عشان كده بننصح الأم إن هي تتكلم كتير تسمع الموسيقى تسمع القرآن تتكلموا كتير تسمعوا قصص حوارات كأن الطفل سماعها بالضبط طب ليه بقى؟ لأن الطفل لما بيتولد أنا برضو بقدر أتكلم معه كتير جدا يعني من أول ما يقوم النوم لحد ما ينام وأنا بيتكلم معي بخليه يساعدني في كل حاجة حتى لو ما مش قادر أنا بعمل معي مساعدة كلية بأول مرة بعرفه تاني مرة وهكذا أولا أنا بخليه يصق في نفسه بجي أول حاجة من صغره بخليه يبقى فيه تعاون ما بيني وما بينه حتى لما يكبر ما يبقاش لما يجي قطب منه حاجة ما يبقاش بنزاله الحاجة صعبة لأ أنا متعاودين أماما وبابا هما اللي بيخدموني كده بقى الحضانة لها دور مع الطفل المتآخر اللغوية والله أنا بقولي الحضانة ذي الأم التانية للطفل وهي لها دور مهم جدا جدا طيب الأم لما تبدأ تقلق إن سنة سنة والطفل ما تكلمش أو ما عملش أي صوت أو أي حاجة أنا بقولي مناش نستاجل ونروح لأخصائي تخطب لأ إحنا نحط الطفل مثلا نديره قرس ستة شهور في الحضانة بس ده شغل معي أنا بقى في البيت إن أنا بشتغل معي ثنة مهارات وطبعا بيبقى فيه تواصل ما بينه ما بين الأطفال حتى لو هم ما بيتكلمش بيبدأ يلاحظ شوف المعلمة بتفسك الكوبية بتشرب بيبدأ يقلد ويمسك الكوبية زيها بيشوف زميلهم مثلا مع السانواتش يبدأ يشوف هو بيطلعه زي بيتكلم ازاي بيمشي زي بيبدأ حتى هو الطفل بيبدأ يقلد يعني أي حاجة هو بيشوفها سواء صح أو غلط بيبدأ يقلدها عشان كده كمان بنقول لازم الأم تكون ما تبقاش عصبية خالص لإن الطفل بيكتسب العصبية من الأم انت عايزة ابنك يبقى طفلة نورمان يبقى خلكي حدي خالص معي اشتغل معي من هو في بطنك تمام كمان فيه حاجة اسمها مرحلة التقليد إن هو يبدأ يقلد أنا بقلد موما سواء هي بتعمل حاجة غلط أو حاجة صحبس أنا مش مدرك اللي هي بتعمله ده صح ولا أنا أنا وصك إنه موما مش هتقولي حاجة غلط فعشان كده بقول الصوت العالي ممنوع خالص طبعا والتلفزيون ده ممنوع نهائي لإن هو للأسف بيبقى الطفل زي ما قلنا بيستقبل وما بيعبرش هو عمل بيسمها فيه برامج كويسة في التلفزيون للأطفال ممكن يتابعوها البرامج الكويسة مع موما أنا أنا كأم أنا أفضل من التلفزيون طب هو وهو في الحضانة أمه لازم تكون معي ولا يكون لوحده لا 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 طبعا ما يفعش إن الأم يتكون متواجدة مع الطفل وحتى لو طب لو الطفل عنيد وفضل يزنه يعايد وحتى قعد شهور أبع شهور ثلاث شهور وعمال بيعادة أعمل إيه؟ أول حاجة أنا بعمل تدريجين يعني مش شرط إن أنا أول ما أروح أودي يبقى المدة الحضانة ست ساعت لا أنا أول حاجة ممكن له عشر دقيق ممكن نسي تتفاجي عشر دقيق إزيان أو عشر دقيق ما فيش مشكلة وهوعده لو أعدت ساكت أجيب لك حاجة حلوة وكمان عشر دقيق أنا هجغبه ولازم أنا بعد عشر دقيق بالضبط عشان أبقى قدامه إن أنا مجذبتش أنا صدقة بعد عشر دقيق أنا خطأ مع مع يعاية لإني الطفل بأشاكل ممكن الطفل برضو يعني تقريبا مش هيبق أحسس بالوقت أصلا عشر دقيق عشر دقيق أو كروهي ساعة الطفل عموما مش هيبق أمدرك للوقت في نفس الوقت كمان إن هي كانت صدقة لما قلت لي هجغبك خديتني طبعا زي ما قلنا لي لازم يكون فيه تواصل طبعا ما بين الأم وما بين الحضانة يعني تطبق كل اللي الطفل بيقضوا في الحضانة هي تطبقوا معي وأكتر كمان حتى طب في بعض الأمهات بتقول إن الحضانة مش معظم الحضانات بيعلموا كويس يعني أنا حدفي الأول والأخير إن أنا ابني أعصر يبقى فيه تواصل اجتماعي ما يبقاش عنده حرمان بيئي الطفل أصلا ما بيخرجش حتى إيه خرق؟ كده المجتمع بيأثر على الطفل برده؟ جدا طبعا جدا وأكتر حاجة الحضانة تمام تمام يعني بس طبعا بيبقى فيه أنشطة عملية إن أنت بتبدأي تدرب الطفل عليه؟ هو أنا مبدئين دلوقتي أنا مثلا ما بيتكلمش خالص فأنا أنا مش بيشتغل معي أنا أول مثلا أول أسبوع أو أول عشر تيام أنا بخليه بيبقى مستمع يتلقى بس مجرد كلام يشوف صحابه بيعمل أو يبدأ يعمل زيه بس كده واحدة واحدة إن هو لسه بيبقى أصلا سنه صغير ما يفعش إن هو لكن فيه أنشطة طبعا كثيرة جدا إحنا بنعملها مع الطفل طب هل الطفل بيبقى مستوعب مع حضرتك وواعي ومدرك مثلا في سن صغير إن أنت تعملي حاجة هو يعملها ويبقى مقتنع مثلا أو بيعمل الحاجة ديت وهو حاسس إن هو كده يعني مبدئيا بيعمل حاجة صحة أو أيا كان تمام؟ أوه هو بيقلد بيقلد بس هو يعني بيبقى مستوع بيعمل زي ما أنت بتعملي طبعا هو مش من أول مرة أوه مش من أول مرة هو مش من أول مرة طبعا أنا أصلا بساعده مساعدة كلية في البداية أنا اللي بمسك إيده في البداية ودخليها يشتغل معي طبعا الطبعا الطفل في الأول هيبقى مش مدرك أنت بتعملي إيه لا وفيه أطفال دي فرق فردية زي ما قلنا فيه أطفال بتبقى سكياء جدا ممكن هي مجرد ما تشوف ممو بتعمل إيه مسكة قباية هتمسكة عايزة أنا حضرتك بتبدأ معهم في سن مبكر بتبدأ معهم من سن مبكر أوه ده الأفضل أوه أنا بقول إن الطفل مجرد وفيه حاجة اسمها تعديل السلوك أنا بعدل تعديل السلوك وهو عنده شهور بمعنى ما يكون فاهم؟ جدا طبعا الطفل ذاكي قوي 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 فهو ما تتخيالي بمعنى إن هو طفل طالما أمامته عارفة إن هو خلاص يعني شبعين مش جعان خالص فمجرد ما تتيجي هي شايله هو ساكت تتيجي تحطه على السرير يبدأ يعيط تتيجي الأم ترح شايله هو عارف ناطب الضعف والدته فبالتالي بقى كل ما يتحط على السرير يبدأ يعيط تروح هي شايله لا خليه عيط خلاص لو أنت وصنا متأكدة إن هو يعني تمام ما فيوش أي حاجة مضايقية ما غيراره وردومه كويس المكان كويس تهوية كويسة ما فيش أي مشكلة بس فيه أمهات ما بتستحملش لا ما حاول بقى لا نحاول نحاول لإني والله أنا بقول للأطفال ذي رسالة وأمانة من ربنا سبحانه وتعالى فأنا لازم أحافظ عليها بشطة الطرقين طبعا طبعا بس مهم مش كل الأمهات وعيين مثلا النقطة اللي حضرتك بتكلمة فاديية تنبات سبيعيط سبيعيط أو فيه أمهات مش عارفة وبيعيط لي أصلا هو عاوز ليه يعني عاوز ليه يعني عاوز ليه يعني عاوز ليه يعني عامل له كل حاجة مثلا هوت واكل مغيراله تمام بس أنا مش عارفه بسيبه ساعي عيط متواصل يعني لو هو فت لا مهم مش عيط ساعي يعني بس هي برضو كونه أنه يعيط ضيف حد ذاتها هي من مشاكل أي معلش برضو العاطفة هنا بتخش برضو ممكين يكون المتعدين مثلا أو فيه حاجة باجعيه وإحنا نحن بهذا دلوقتي ان هو هي تبقى اوسكا متأكدا ان المكان اللي هو قاعد فيه مش حر المكان التهوية كويسة جدا هدومه انضيفة مش بيعيط عشان هو عايز مثلا يغير هدومه او ان هو طبعا احنا قولنا بيعبر عن احتاجاته بالبقاء ان هو مش جاين خلص طبعا انا مش هيتكلم في السنين بالضبط كده اوه فلا خلص يعني لازم تأوي قلبها شوية وبعدين حتى لو هي ما عنداش دراية تتصقف كثير تقرأ كثير تسمع برامي كثيرة فهيتفتها تقرأ كثير جدا طبعا طب هو بيبقى فيه علامات دل على الطفل مثلا عنده مشكلة في التخاطب او كلام من ده يعني بيبدأ مثلا بقى اعرف الطفل من انه هو عنده مشاكل في التخاطب سنتين مصر او سنتين يعني انا برجح سنتين لو الطفل ما قليش بابا وموما كلمات تعالية يعني منفردة لأعرف طبعا لازم اتواجه بس انا قلت ان انا قديره كورس ست شهور في الحظونا وبعد كده لو ما حسيتش بنتيجه بس لازم استمر ما يفعلش ان انا قديره يوم واحد اسبوع او عشرة ايام لازم الكورس يبقى مستمر مكسف بعد كده بابدأ بقى لو ما حسيتش ان هو الطفل زي ما هو ما بيتحسنش بابدأ بقى اتوجه لاخصائي تخاطب وكمان في بعض المراكز ذهي احنا بنبدأ الا تخاطب من سن ثلاث سنين هي ببقى فيه تواصل بقى الام مع الاخصائي ان هي فيه انشطة التخاطب من سن ثلاث سنين التخاطب او سن ثلاث سنين طب لهو مثلا عنده مشكلة من سن سنتين يعني يعمل ايه في الحالة دي غير الكورس اللي بياخده طبعا فيه حالات يعني مثلا الدون ده بيبدأ من شهور مش من سن ثلاث سنين ولكن انا بقول ان انا ممكن اشتغل تنمية مهارات من شهور لكن هيا المراكز بتبدأ من ثلاث سنين مع له طيب المركز بيبدأ من ثلاث سنين وان ابني مش بيتكلمه بيطلعش كلمات خالص فانا ببدأ اعمل له انشطة في البيت ببدأ اشتغل معي تنمية مهارات وده ان شاء الله هنشوفهم مع الانشطة يعني ابدأ احس بمشكلة الطفل من سنتين من عمر سنتين أبدأ أحس أنه عنده مشكلة في التخاطب لو ما تكلمش الكلمات الفردية بس لازم أكون أشوف التواصل بصل بتاعه وهل هو لما يجي مثلا يعني مدرك للأشياء أو لا يعني عينه مثلا مع الحاجة اللي بتحصل قدامه أو مثلا سامعه مع الشخص اللي بينادى عليه أو بيشاور له بأي أن كان حركة بإيده أو كلام من ده تمام يعني هو دلوقتي لو جراز الباب رانه بصوت قوي فالطفلة طبعا ما انتبهش ما انتبهش فهو عنده مشكلة ممكن يكون عنده مشكلة في السمع فأنا ببدأ أتوجه وده من شهور ده مش بستنى لهو سنتين وثلاثين لأ طبعا ده من شهور أنا ببدأ أتوجه لطبيب أوزنياني يعملي المقياص والأفضل طبعا حتى الطفل لهو بيبقى عنده تأخر أنا يفضل أن أنا أعمله اختبار زكاء IQ وأعمله مقياص تمام ممكن يكون عنده مشكلة بسيطة في الأوزن فذي بتسبب له أنهو مش عارف مستمعني كويس فمش قادر أنهو يتجاو معي في نفس الوقت تفحي العلاج المبكر ليه بزد دقاء طيب حضرتك ممكن تورنها أي نشاط عامل من أنشطة التي تتعامل فيها مع الأطفال أوكي بسيطة أتفضل مرد تعرفينا برضو الحاجة المستخدمة أول حاجة أنا برضي استخدمة جمالتي عايزي كده لا لا ده ما ده عارفين لا في أمهات بتشتغل عيدي لا لازم أنا عقم إيزي كويس لازم تعقي يبقى لازم تعقيم يا جماعة قبل بداية النشاط للأم مع طفلها لازم التعقيم أولا ضروري بس تخدم أي زيت عايزي زيت نعناع أو زيت زيتون أو زيت جونسون بس أعم بطاول زيت جونسون وده أهميته إيه في التمتيل إن أنا عشان إيزي ملمس إيزي ما يبقاش خشن على الوش الطفل يبقى سهل ما يجعه وشي على بشرة أول حاجة كده بسم الله بحط نقطة الزيت هنا على الخلز تمام وبدأ أعمل حرقات دائرية من مرة لعشرين مرة أوه واحد من مرة لعشرين مرة لعشرين أوه وممكن عشر مرات يعني حرقة دي وعكس يعني أنا كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عملت عشر أرجع تاني بقى عشر كمان عكس بتجاع أقرب الساعة مثلا بسببت كده لو الطفل مثلا عيط أو مش حابب يكمل هل يجب بتكملي معي ولا لا 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 بلعبه طبعا أولا أثناء التمرين ما بيبقاش اللي هو يلا بقى عشان نعمل التمرين والكلام ده كله لا لا خلص في حاجة معها اللفظ المناقم أنا يعني بتكلم مع طفل بطريقة الكلمات بتاعتي بتبقى كأنها ملحنة كده يعني فيها تنغيمة في الصوت عشان ما يشمائزش مني وما يبقاش متوتر وقلين وبعدين أنا بعمل التمرين بخليه على شازونك كانوا زي مساج بالضبط يعني تمام السرخاء للطفل يعني تمام 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 وهي كده برضو هتبقى من واحد لعشر وبعدين ألجع تاني نفس الحركات اللي أنا عندها ده بيعمل لي نفسك طب إيه الفايدة من التمرين ده ده بيقويلي عضلة الفكة عندي الفكة أو بنشط دورة التمويل تاعة اللوش برضو حركتين هوا كده دينا عملها يوميا برضو تمام كويس وسهل لأي أم أن يطعف تعمل طبعا أه بسيط أنا كمان هقول إزاي الأم تشتغل مع ابنها في البيت بدون مراكز ولا أي حاجة خلط وهتلاقي نتيجة نشو على مبهرين ده بالنسبة لأول ده ده أول تمرين طيب بعد كده وكل الحاجات الحلوة للأطفال بيحبوها طبعا شوكولت ده موضوضة بيبقى بنزلهم شوكولت أنا هدور في علاج الموضوضة تخطو أو تمام شوكولت مفضل 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 شكرا 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 أول ما بيشوف الشكلت فبنزل الموضوع خلاص والله الأطفال هو الكبار كمان بس أقرأه كل يوم بس أنا مش بكتر منه لإني هو بيعمل هايبر أكتف اللي هو فرط حركة الشبثيات والأي حاجة فيها مواد حفظها فده بيأثر على التفتي مشتت كده رايح جاي مش قاعد على بعضه خالص يوم طيب أنا ليه بحط ده عشان أخليه يساعدني هو لما أقول له طلع لسينك هو من غير ما أقول له طلع لسينك هو بالتالي لما يلاقي فيه حاجة هنا على ناحية بقه فهو عايز بقى يشيلها عايز يشيلها طيب هيممكن شلق إيده فأنا بعمل إيه بقى فأيدي كده يا حني فأنا بحط إيدي بالراحة يعني بمسك إيده كده ويبدأ هو يحرك لسينك من غير ما أقول له لأ طلع لسينك هو أعمل كده هتحاول أول مرة هيبقى الموضوع الصاب هدأ اللسين هيبقى رايح جاي وده بيقويل عضلة اللسين شلقوا لها يلا شلقوا لها ماشي ماشي ونحط تانية برضو وهكذا فوق وتحت يلا يا حني ده أشر خالص يلا احنا متضربين على الموضوع ده ده جميل خالص يلا كل الشوكولاتة كلها في أي حاجة تانية للنشاط؟ طيب احنا أره طبعا بص لا كل الشوكولاتة كلها يا حنيين يا الله شطرة مستعجلش ع الطفل براحته يعني خلص بسرعة والكلام ده كله فيه زي ما حضرتك قلت الأمهات بتبقى عصبية جدا ما بتستحملش مع طفل لا أنا براحة خالص مع الطفل عشان يحبين أهم حاجة أن الطفل يحب أن هو يتواصل مع هكي إحنا بالنسبة لنا الجلسة دي كعناها لعبة مش جلسة يعني تمام يلا طيب خلاص بس عشان ما فيش منزيل خلاص أوكي كده أنا بعمل حاجة تانية معاك منزيل طبعا يتواصل ماشي بسم الله خلاص تمسح كويس بقى حاول نبق الطفل ماشي تفضلي بعمل اي بصبايا جماعون بصبايا كده بعمل اي بصبايا كده نزوم الترقعة كده للطفل كده حركات دائرية من هنا برضا بالروح بنشط الدورة الدموية بتاعت الوش يهمني طبعا أهم حاجة الفرق طلعي السينك بقي حنين وده مهم جدا سريعا بالمشاط نظر لدوك الوقت معلش سريعا بالمشاط أنا عايزة قوي عضلة اللسان طلعي السينك لبرا بدأ اللسان بحط الخافض على وسط اللسان كده واشده لقدام واضغط جامد ما تخفيش وده بعمله من مرة لعشو مرة طيب طيب في نهاية الفقرة حضرتك تحب توجيه الشكر لأي شخص حابة توجيه الشكر لحد طبعا أنا بوجيه الشكر لولدتي ووالدي لان لو لاهم ما كانش يبقى ليه وجود في الحقيقة طبعا طبعا وصلت المستوى اللي أنا فيه ده الحمد لله وبشكر اخوتي واصحابي وبشكر كل واحد قال لي كلمة إيجابية وبشكر أكتر كل شخص قال لي كلمة سلبية وخلاني أوصل اللي أنا فيه الحمد لله وأنجح شكرا بشكر طوعا بالعداد وشكر حضرتك نشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمة ديت ونتمنى أن السادة ومشاهدين يكونوا استفادوا من معلومات حضرتك القيمة وبإذن الله في تطور أحسن وفي تطوء نجاح دائم بإذن الله نشكر جدا على المعلومات ديت يا دكتور شكرا نخرج فاصل ورجعين خليكم معنا